يعود اسم ناظم سعيد أحمد المفروضة عليه عقوبات أمريكية منذ العام 2019 باعتباره أحد أكبر ممولي حزب الله إلى الواجهة ودايما من خلال الفن والمجوهرات فصحيفة نيويورك تايمز نشر التقرير مفصل عن لائحة الاتهامات يلي قدمها ممثلي لإدعاء الأمريكيين عن سلسلة عمليات بيع لوحات ذهبة أمويلها لتمويل حزب الله فعام 2020 وفق فنين من نيويورك على بيع أعمال فنية لأحمد وبعد عام بيع المعرض ستة من أعمال الفنين إلى جهة بسيراليون اعتبر المحققين بإنواجها لأحمد بقدار من نفس العام بيع معرض بشيكاغو و21 عمل فنية للشركة بيستعملها أحمد لشراء الأعمال الفنية وعند التأكد من الوثائق تبين أن الشحنة توجهت إلى لبنان وبدخلها أسرة خشبية للأطفال لأعمال فنية بحسب الصحيفة أيضا فلايحة الاتهام لم تبرق الفنينين والمعارض يلي تعاملوا مع ناظم أحمد من خلال دفع الجزء من الأموال إلى طرف تالد أو تقليل قيمة إيصالات البيع لتجنب الضرائب وعند سؤالهم إجا الجواب أنه لا فكرة لديهم على أنه أحمد خاضع لعقوبات ويمول حزب إرهابي فيما الاتهام أكد أنه بيانات الأشخاص منشورة وعلنية والتأكد منها ضرورة أساسية أيضا اعتبر المحققون أنه من يساعد أحمد بعمليات الشراء وإخفاء اسمه هي عائلته ومن بينهم بنته هند التي تدير معرض فوريو جالوري ببيروت طاول عمل المحققين عالم المشوهرات أيضا إذ اعتبروا أنه ناظم أحمد حقق أموال طائلة من تهريب الألماس الدموي وهي أحجار كريمة مستخدمة لتمويل الصراعات المسلحة ورغم العقوبات استمرت شركته بشحن مئات حبيت الألماس إلى الولايات المتحدة لتصنيف أنواعه هذا السيناريو يظهر أن حزب الله لا يترك وسيلة للتهرب من العقوبات حتى من باب الفن والثقافة شكرا